طيب. عشان كان فيه امتحانات. وعشان انا مستطيبة. جدا. هناخد النهاردة مراجعة على الواحدة الاولى. وهنحل شوية اسئلة مع بعض. ماشي? تمام ماشي. تمام. يلا بي. بسم امتحاناتكم. معلاش يا رودين? معلاش? معلاش يا رودين? انا سأل امام وسألكم قلت لي ما تتحددش فعشان كده كنت هدي حصة النهاردة. لان ما انا كنت عاملة حسابة اوصل ما كنت اعيلة لسامة في اخر حصة اللي فاتت هنراجع. في يلا. آآ نبدأ بس تشير اسكرين اول. بسم الله بدأت ظهرت عندكم. ايه. اه. طيب. طيب. الدرس الاول عندنا بيتكلم عن آآ نمو السكان في وطننا العربي. تمام? نمو وتوزيع السكان كمان في وطننا العربي. مش مجرد النمو بس. فاحنا عندنا السكان. احنا كنا قلنا ان الوطن العربي بيجي في المرتبة رقم كم من عدد السكان يا رودينة? آآ الورطة الرابعة. تمام. ففي الترتيب الوطن العربي عندنا من حيث عدد السكان او آآ يعني هي عدد السكان عدد السكان ايه? عندنا بيجي في المرتبة الرابعة. بعد ايه? بعد دولتين وقرب. الهند والصين وقرب على الترتيب. يعني اعلى الدول من عدد السكان الهند. آآ بياليها بعد كده الصين بياليها بعد كده قرب وبعدين وطننا العربي. تمام? طيب. طيب. آآ في عام الفين كان عدد السكان في عربة عندنا متين تمانية وخمسين تمانية وسبعين ونص مليون نسمة. يعني كان عندنا عدد السكان حوالي متين تمانية وسبعين. فعام الفين ثلاثة وعشرين يعني ثلاثة وعشرين سنة قرب من الضعف. ربعمية اربعة وسبعين مليون نسمة. طيب. عدد سكان الوطن العربي قد ايه من نسبة سكان العالم يا سما. يعني النمو السكان بتاعهم? لأ عددهم عددهم. آآ خمسة فاصل آآ تسعة دي. آآ خمسة فاصل تسعة من عشر. تمام يبقى احنا عندنا. بس احط اللي بعد الشحن. شو ما يفسد? اتفضل اتفضل. اقول عادي ولا انت مستمعاني? سمعك سمعك. طيب تمام. طيب يبقى تاني الوطن العربي عندنا معدل آآ عدد سكانه قد ايه بالنسبة النسبة مش العدد. وفي العدد المرتبة الرابعة. في النسبة بيمثل من اجمالي سكان العالم خمسة وتسعة من عشر في المائة. طيب معدل النمو السكاني يعني ايه معدل نمو سكاني? يعني انا بحسب عدد السكان خلال فترة معينة نتيجة لتلات حاجات. مواليد وفيات هجرة. يعني بشوف عدد السكان عند قد ايه بالنسبة لتلات حاجات بتأثر في عددهم. مواليد اتولد قد ايه في الفترة دي. آآ وفيات مات قد ايه? هجرة قد ايه سابوا البلد وهاجروا. تمام? بعد كده عندنا المعدل النمو السكاني العالمي كام يا سمع? آآ واحد في المية العالمي. العالمي طيب يا ردعينا العربي? واحد زولي ولا عشر. تمام ممتازين. آآ فبالتالي نعرف من كده ان معدل النمو في الوطن العربي اعلى. طيب ايه اللي مخلي معدل النمو في الوطن العربي اعلى? عشان تلات حاجات. ارتفاع معدل المواليد لانخفاض معدل الوفيات. هو ان انت عندي ضعيف بيوصل لقصد قويس ولا ضعيف? لا اصف حاجة. ما نديني اشارات ليه? نهم. طيب. طيب اه معدل المو السكاني في الوطن العربي اعلى من المعدل العربي بسبب تلات حاجات. اولا ان في عندنا ارتفاع في معدل المواليد وانخفاض في معدل الوفيات. تحسن مستوى الصحي والمعيشي. هو اصلا تحسن مستوى الصحي والمعيشي سبب في انخفاض معدل الوفيات. وبعد كده عندنا الهجرة الخارجية. الهجرة الخارجية عندنا بتبقى موجودة لدول الخليجي العربي لان هي الدول اللي عندها آآ قطرة في الموارد وكل فعالة السكان. طيب ايه هما دول الخليجي العربي عشان بيجيها سئلة زي دي? دول الخليجي عربي عندنا عمان الامارات البحرين قطر الكويد السعودية العراق اللي هي الدول اللي بتطلع على خليج العرب. تمام? تمام. تمام. طيب معدل الوفيات ومعدل المواليد. يعني ايه معدل مواليد? يعني انا بشوف نسبة اللي تولدهم في السنة دي قد ايه? بالنسبة لعدد السكان. يعني عدد السكان عندي كزا في نسبة منهم مولودين. يعني كم في المية او عدد زي كده. تمام? يبقى ده معدل آآ آآ معدل المواليد. طيب معدل الوفيات زيه بالزبط بشوف بقى عدد الوفيات اللي ماتوا قد ايه او عدد الوفيات اللي موجودة عندي قد ايه? تمام? تمام. آآ تمام. طيب الكسافة السكانية. يعني ايه كسافة سكانية? يعني انا باجه شوف مساحة الارض قد ايه? وعدد السكان اللي الموجودين دي على المساحة قدقي. تمام? بشوف بقى النسبة بينهم. هل النسبة بينهم مزبوطة? فبالتالي ما بقاش فيه كسافة سكانية. النسبة بينهم بتثبت ان المساحة اكبر من عدد السكان برضو ما بيكونش فيه كسافة سكانية. اما لو عندي النسبة الارض اقل. نسبة الارض عندي اقل من عدد السكان. النسبة طلعت في الصلاح عدد السكان. يبقى كده عندي كسافة سكانية. على السكان كتير او. تمام? طيب عندي في الدول العربية الكسافة السكانية تختلف من دولة الاخرى. ليه? عشان زي ما احنا قلنا احنا بنحسي بالكسافة السكانية. بحيس عادل السكان والمساحة الكلية للدولة. يبقى انا كده عندي كل الدولة مختلفة عند دولة الاخرى في عادل السكان ومختلفة عند دولة الاخرى في مساحة بتاعتها. فبالتالي ما قدرش اقول ان كل الدول العربية عندها كثافة سكانية او كل الدول العربية معنداش كثافة سكانية. تمام? عندنا في الجناح. تمام. عندنا في الجناح افريقي بيعيش واحد وستين في المية من عائل السكان الوطن العربي. اما في الجناح الاساوي تسعة وتلاتين في المية من عائل السكان الوطن العربي. طيب الدول العربية من حيث عائل السكان عندنا اربع دول هي اكتر دول في عائل وترتبهم مصر السودان الجزائر العراق. ردينة ايه الدليل على ان مصر بتحتل لمرتبة الاولى عربية من حيث عادل السكان? هيمسوا يبلغ عدد السكان في مصر نحوة مليا وستة مليون نسبة حسب تقديرات عام الفين تلاتة وعشرين. كملي. مصر ربع ربع سكان لطل العربية بس. تمام. طيب. ايه? بولي عن مصر الوحيدة فيها ربع السكان. اه مصر الوحيدة فيها ربع سكان لطل العربية كله. يا اعلى الدول العربية من حيث عادل السكان. طيب يا سما ايه قال الدول العربية من حيث عادل السكان? جزر الكمر. طيب. انا عارفة احنا حللنا السيدة دي بس نحلها تاني. طيب ردينة. بوطنان عربي في المرتبة برقم كم من حيث عادل السكان? ربع. اه سما يمثل سكان مصر قدي ايه من سكان بوطن عربي? ربع. طيب. اه اعلى الدول العربية من حيث عادل السكان هي ردينة واقلها? مصر والجزر الكمر. تمام. اه سما المقصود بمعدل المواليد? اه معدل المواليد. هي نسبة اه اسم محدد نسبة المواليد الى اجمال سكان في عم عينة. تمام. اه معدل الوفيات يا ردين. نسبة نسبة الوفيات في آآ من عدد السكان في عم عينan? تمام. الكسافة السكانية يا سما? الكسافة السكانية اللي هي عدد السكان والمساحة اللي هي الكلية. النسبة النزم العدل السكان مساحة بكلية. تمام. طيب المعدل النمو في وطن العربية ليه اعلى? قلنا عشان تلات حاجات. ارتفاع معدل مواليد لغفظ معدل الوافيات. التحسن المستوى الصحي والمعيشي. الهجرة خاصة الادوة الخليج. طيب. بعد كده عندنا توزيع السكان. يعني السكان موجودين فين? بيتوزع على اين? عندنا فيه اربع حاجات بتأثر على توزيع السكان. اربع حاجات هي السبب في انه بتخلي السكان بيختاروا مكان دي يعيشوا فيه ولا لأ? ايه هما? موارد مياه عزبة وطربة خزبة. تضاريس. مناخ. انشطة اقتصادية. تضاريس يعني ايه? يعني يختاروا مكان مش فيه بقى اطلع على جبل جامد وطوب وبهدلة. لأ يبقى مكان سهل الحركة فيه. طيب. من الخريطة كده هنشوف قدامنا هنعرف ان اكتر مكان متركز في سكان اللي هي السواحل. سواء سهول فايضية او سهول ساحلية. السهول عمدا سواء سهول فايضية او سواء ساحلية. طيب في السورة الفايضية زي ايه? عمدنا اه سهول نهر النيل والدلتة اللي موجودة في مصر. وسهول دجلة والفراط اللي في العراق. اما بالنسبة للسورة الساحلية فالاكتر في بلاد الشام وشمال افريقيا. وليه السبب في ان السكان الوطن عربي بتركزه في المنطقتين دول عشان حكتين. المناخ هناك معتدل بيكون كويس. وطافر المياه العزبة. تمام? تمام. عندنا. تمام. بعض المناطق المرتفعة زي مرتفعات لبنان. لان برضو مرتفعات لبنان مناخها معتدل. يعني بعض المناطق المرتفعة اللي زاد المناخ المعتدل بيروحوا فيها زي مرتفعات لبنان. يبقى برضو ليه الناس بتبقى موجودة على مرتفعات لبنان بسبب المناخ المعتدل. المناطق الصناعية والتعدينية ودي عشان ايه? توافر فرص العام. المناطق بقى اللي بينظروا فيها السكان عندنا منطقتين. الصحراء الكبرى كلها الصفرة دي. في اه جناح افريقي وصحراء الربع الخالي. اللي هي البيضة دي في الصحراء الربع الخالي في الجناح الاسيون. اه هم الاتنين البيضة صحيح. التحتي دي مش تبعا اصلا. دول. تمام? الحاجات البيضة دي زهرة قدامكم دي. هنا من صحراء افريقيا وهنا الابيض هنا ده صحراء الربع الخالي. تمام? تمام. بس ما فيش حتى اصلا في في الجناح الاسيون. ما هي عشان الجناح الاسيون صغير. فبيبين على الخريطة انه مفيش. بس لو مشيتي بعربية مسلا او مشيتي عشان تشوفي المساحة هتلاقي المساحة كبيرة مفايش سكان. ما هو بالنسبة بالنسبة لسكان افريقيا فالصحراء في افريقيا كتير عشان افريقيا مساحتها كبيرة احنا اتفقنا ان افريقيا مساحتها كبيرة جدا بالنسبة الاسيا صح? اي 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 فعلا بتبعني انها اوضع من اه هي اكبر من الاسية. فبالتالي باين النقط البيضة. انما او باين المساحات البيضة. انما في اسية عشان المساحة صغيرة مش باينة. بس على ارض الواقع بيكون باينة وكبيرة. طيب. السكان في الوطن العربي. احنا اخر واحدة مجاوبة سامة. ردينة. السكان في الوطن العربي بتركيزه فين? في السهول ايه? اه في السهول لهم النيل والدجلة والفرود. انا عايزة نوعي السهول. اه الفيضية والسهولية. تمام. اه. انا فكران كنت قلت دي السهولة والفيدية بس. لا لا انا قلت السهولة عمتن. طيب سامة بياندر السكن في الوطن العربي في مناطق الصحراوية زي ايه وايه? ايه زي الصحراء ربع الخالي في اه في اسيا وفي الجناح الاسيوياني والصحراء الكبرى في افريكا. تمام. اه. عدد السكان اللي بيتركز السكان في السورة السحرية قلنا عشان هتدقى المناق وتوافر المياه العزب. طيب المشكلة اللي بتواجه الوطن العربي المشكلة السكان اللي بتواجه الوطن العربي عندنا المشكلة عندنا في الوطن العربي من واجهين مختلفين. يعني هي مشكلة واحدة بس لاها واجهين مختلفين. ايه الدليل على كده? ان انا عندي فيه دور بتعاني من زيادة السكان وموارد محدودة او كلها في الموارد. ودول بتاعني من كله السكان وزيادة في الموارد طيب الدولة الأولانية اللي هي بتعني زيادة سكان والوارد محدودة بتحاول انها تتواجهها بتحط برامج تنموية بتحاول تنمي في الدولة عشان تواجه المشكلة دي زي مصر والأردن والسوريا أما الدول اللي عندها كله في السكان وزيادة في الموارد بتحاول انها تستقبل أعلات كبيرة من زوي الخبرούμε عشان يقدروا يستثمروا مواردها زي السعودية والقطر والأمارات والبحرية تمام? تمام. تمام. دي مجرد معلومات عامة مش موجودة عندك في كتاب يا سلامة بس هنقول هيا. طيب الدولة العربية بتعمل ايه عشان ترتقي بالقسرة العربية? بتدي اولوية لصحة الام او المواجهة المخاطرة اللي بتهدد الام والطفل زي الولادة والحمل. بتواجه المخاطرة بتهدد الشباب زي الامية والبطالة. بتحاول ان يتوفر حياة كريمة من غزاء وتعليم ومسكن وصحة وامن. بتحاول ان هي تحط برامج اه او سياسات سكانية عشان اتحق التنمية المستدامة. المؤتمر العلامي للصحة والسكان كان موجود في العاصمة الادارية الجديدة كان من يوم خمسة الى تمانية سبتمبر عام الفين وتعشرين. هضروا اكتر من تمن تلاف شخص من مصر ودول العالم وكان شعاره سكان الصحة من اجل التنمية المستدامة. طيب اليوم العلامي للسكان بقى دي اللي مهمة من منذ عام الف تسعمائة وتسعين. والعالم بيحتفل باليوم العلامي للسكان في يوم حداشر يوليو. ليه? عشان يركز الاهتمام على اهمية قضايا السكان ويعزز الوعي بالقضايا السكان وعلاقتها بالبيئة والتنمية. يبقى بما يتفسر يحتفل السكان العالم بيوم حداشر يوليو من كل عام باليوم العلامي للسكان عشان حكتين. لتركيز الاهتمام على اهمية قضايا السكان تعزيز الوعي بالقضايا السكان وعلاقتها بالبيئة والتنمية. تمام؟ تمام. تمام. ذا كده الدرس الأولى ياني مفهوم? اه. طيب. الدرس التاني بقى خصائه السكان اللي نعرف. أنا قلت لما اجل عرف خصائها السكان ليه بقى عرفها? ليه بقى حتام البنني عرف خصائص السكان? لأنום لما انا بعرف خصائص السكان بعرف احتياجاتهم ايه? بعرفهم محتاجين مني ايه? يعني مثلا انا عرفت ان النساء كذا او القناس كذا والزكور كذا. في حاجات الناس بتحتاجها الزكور لأ او في حاجات الضغور بلحتاجها لاناس لأ فاعرف النسبة بتاعت كل ده قد ايه عشان هوفر قد ايه. الاطفال كم في المية من عائد السكان عشان اعرف المدارس اطباء الاطفال والريعال خاصة بالاطفال. كبار السن برضو عشان اوفر لهم الريعال خاصة بهم. الفئة العاملة عشان اعرف انا عندي فئة ايه. المفروض هتشتغل فالمفروض اوفر لها فرص عمل. يبقى انا ليه باعرف خصائص السكان وبهتم بيها عشان اقدر اوفر اه الخدمات والحاجات اللي بتحتاجها اللي بيحتاجها السكان سواء في وقتنا دلوقتي او في المستقبل. تمام? تمام. طيب. ايه المقصود بالهرم السكاني? الهرم السكان ده عبارة عن اسم باقي زي ما احنا شايفينه في الصورة كده بيعرفني خصائص السكان من حيث العمر التركيب العملي والتركيب النوعي. التركيب العملي يعني ايه? السن التركيب النوعي الزكور ولا ايه ناس? طيب الوطن العربي عندنا من حيث التركيب العملي بينقصب الى ثلاث فئة. الفئة الاولى اللي هي في كمة الهرم دي فئة قبار السن اللي هما خمسة وستين سنة في اقتر. ودول بيبلغ اربعة ونصフ المية من اجمالي سكان الوطن العربي. والفئة دي بتحتاج الى رعاية. اما الفئة التانية اللي في وسط الهرم دي آآ بتبلغ نسبتها تاتر وستين في المية من اجمالي السكان. وده الفئة العاملة او فئة سن العمل اللي مفروض ان هي تعول صغار السن وكبار السن. الفئة اللي بعد كده اللي في قائلات الهرم فئة صغار سن من يوم لاربعتاشر سنة ودي بتمثل اتنين وتلاتين في المية اتنين وتلاتين ونص في المية من سكان وطن عربي ودي بتحتاج الى رعاية صحية وتعليمية مش صحية فقط طيب بالنسبة بقى للتركيب النوعي بينقسم عندنا السكان للاناس وذكور الاناس تمانية واربعين واربعة من عشر في المية من سكان وطن عربي اما الذكور واحد وخمسين وستة وعشر في المية من من نسبة سكان وطن عربي طيب عندنا بعض دول عربية بتزداد نسبة الذكور وده ليه لان في كتير من الذكور في سن العمل بيقررهم ان هما يهاجرهم عشان يبحثهم عن فرص عمل فده بيؤدي الى ارتفاع نسبة الذكور عن الاناس في الدول دي زي السعودية والقطر والامارات الهرم السكان عندنا قائلات وعريضة ليه عشان ارتفاع نسبة صغار السن طيب كنا قلنا قبل كده ان نسبة الاعالة تسعة وخمسين ونصف في المية بالرغم من ان نسبة صغار السن وكبار السن ما توصلش للنسبة دي لان قلنا لان في كتير من الاناس ما بيشتغلوش فعشان كده نسبة اللي بيحتاجوا حد يعولهم يعني يصرف عليهم ويهتم بامرهم اكبر من نسبة كبار السن وصغار السن تمام? تمام. تمام. طيب من الدول اللي بترتفع فيها نسبة الذكور عن الاناس في وطن عربي يا ردينة. اللي هي دول الخارج العربي زي الامارات والسعودية وقطع. تمام ممتازة. طيب آآ آآ سما الفئة العام العاملة في الوطن العربي بتعول كل من مين ومين? بتعول كبار السن وصغار السن. تمام. يقصد يقصد الهرم السكانات العربي الى ايه? كم فئة رئيسية يا آآ ردينة? ثلاثة. طيب بما تفزر سما تزيد نسبة الذكور في بعض دول العربية عن الاناس في سن العمل. آآ اللي كي يبحثوا عن فرص عمل. بسهب الهجرة بحثنا عن فرص عمل. دول الخارج. تمام. بسهب الهجرة بحثنا عن فرص عمل في دول الخارج. تمام. طيب اللي بعدها. الهرم السكان الوطن العربي اذا القاعدة عريضة يا ردينة ليه? آآ بسعب زيازة عدة الاطفال. طيب غير السن. ماشي. آآ دليل على صحة العبارة التالية يا سما. آآ ترتفع على نسبة الاعالة في الوطن العربي. آآ. حيث تتصل الى كام? سنيك ايه الاعالة دي? الاعالة يعني الناس اللي بتحتاج ان انا اهتم بيهم وآآ اصرف عليهم. احنا قلنا ان نسبة سن العمل تاتة وستين في المية من آآ اجمال الوطن العربي. تمام? ولكن نسبة اللي بيحتاجه اعالة كام تسعة وخمسين ومصف في المية. تمام. اوكي. بسبب ايه زي بقولنا ان في نساء كدير وتشتغلش. المقصود بالنور من السكان يقولنا هو رسم بياني بيوضح خاصة السكان من حين التركيب النوعي والعمري. طيب. انماط السكان يعني اشكال السكان وخاصة السكان في الوطن العربي هي ايه? عندنا نماطين للسكان في الوطن العربي. اما سكان حضر واما سكان ريف. سكان الحضر عندنا اللي بيعيشوا في المدن والريف طبعا اللي بيعيشوا في القرى. طيب. بالنسبة للحضر عندنا فيه تلت دول عربية حضرية بالكامل. يعني ما فيهاش ريف اصلا. البحرين قطر الكوين. سكان الحضر في الوطن العربي تلتين سكان الوطن العربي عمدا يعني ثلثين. فدي نسبة كبيرة واعلى من المستوى العالمي. بسبب ايه? ان كتير من سكان القرى بيهاجروا للمدن او للحضر بحثا عن عن اه حياة افضل وفرص عمل. طيب. الدول العربية بتعمل ايش ان تواجه المشكلة دي. بتعمل تنمية شاملة. وبتنشئ قدرون جديدة وبتطور البنية التحتية الحضرية في دول الوطن العرب. طيب. بالنسبة بقى الخاصة الوطن العرب اللي احنا كلنا بنادي السلفات ده كله عشان نعرفها. هنتكلم من ناحيتين. من ناحية التعليمية ومن ناحية الصحية. ناحية التعليمية الدول العربية بتهتم بالتعليم. ودل على كده ان هي اتاحة التعليم للذكر والاناس. ووصلت نسبة المقيدين في التعليم الاتدائي في الوطن العربي في كتير من البلدان تسعين في المية في اقصر. ما عدا السومان والسودان وجبوتي وسوريا. بسبب ايه? بسبب الحروب والفقر. اما المستوى الصحي في الوطن العربي عندنا بدأ يتمتع بتوافر او بتقدم في التقدم العلمي ووفر انتم معين? انتم اتنين? اه. اه بس الصورة راحت فجأة فابتقلت حتى افت. طيب. الوطن العربي عندنا قول لي بيتمتع بتقدم علمي ووفرد خدمات الصحية. طيب اينا تاجي لتتبت على كده? لان خلفات المعادل الوفيات. تحسين مستوى الصحة المرأة العربية. ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطن العربي. من الربعة وستين بسبعين. طيب اعلى الدول يا ردينة سجلت متوسط عمر كانت مين? اه اعلى دولة كانت اه لحظة. اه لحظة لحظة. بالراحة. اعلى الدول? قطر. تمام. قطر. ادنى الدول يا سبا? اه استمال. تمام. طيب. ايه بقى المشكلات الوطن العربي يعاني منها? عندنا التلات مشكلات بيعاني منها الوطن العربي. البطالة. الامية. الهجرة. طيب. اه البطالة هي ايه? البطالة اللي هي محد ما بيشتغلش. مش لقي فرصة عمل. قاعد في الوطن وبيشتغلش. فالبطالة عندها في الوطن العربي بلغت نسبتها حداشر في المية. ده عام الفين واحد وعشرين. وعندنا جيبوتي وفلسطين والاردن والصمار اعلى معدلات للبطالة في الوطن العرب. اه في خمس سينات القرن الماضي كانت دول الخليج بدأت بقى انها تستقبل الناس عشان يعملوا بيها. وده ادى الى هجرة سكان دول شرق اسيا وافريقيا الى دول الخليج العربي عشان وده ادى الى زيادة الزكور في سن العمل زي ما قال. تاني مشكلة عندنا الامية. الامية يعني اه كتير ما بعرفش يقرأ او يقرأ او يكتب. واحنا اه كنا اخدنا في سنة رابعة ان الامية عندنا اما امية كتابية وامية امية هجائية وامية معلوماتية. فالامية عمتا في الوطن العربة سيدي الامية المعلومات الهجائية. بلغت خمسة عشرين فى المية من سكان الوطن العرب. ليه? ليه المشكلة الامية ظهروا كتيرا فى الوطن العربي كده? عشان عندنا حكتين. مش كل الاطفال بيتم تقييدهم فى التعليم يعني مش كل الاطفال اصلا بيتم تعليمهم. او كتير من الاطفال بعد ما بدخلوا فى التعليم بيضطروا يا يسيبوا يا يهربوا منه يا يحصل ظروف عندهم فى يضطروا وطلعوا يشتغلوا فى للاسف مشكلة اطفال بتفضل فى التعليم. ولكن عندنا في ملوتانيا وجزر الكمر بلغت نسبة الامية اربعين فى المية. تمام? طيب. اه. طالت مشكلة بقى اللي هي الهجرة اللي احنا اتكلمنا عنها فى اصلا. بتسبب ايه بقى الهجرة دي? بتسبب خمس مشاكل. ازدحم في الموت الوضغطة على الخدمات سواء كانت مستشفيات او مدارس او اسكان. ازدحم ملور زيال التلوز ارتفاع معادلات البطالة. تزديد من احتمالية دول العشوائيات. العشوائيات دي ما بقاش فيها بنيا تحتها. بنيا تحتها يعني ايه? يعني فيش عندهم لا مية ولا قهربة. وتبقى عايشين في عيشة مش عايشين حياة كريمة. فالدول العربية بتحاول ان هي تحل كل المشكلة دي. مشكلة البطالة بتحاول ان هي توفر فرص عمل اكتر وتعامل مشروعات اكتر. الامية بتحاول ان هي تعمل حاصر العدد طلاب عشان تتأكد ان العدد اطفال عشان تتأكد ان هما بيتسجلوا في التعليم. في الهجرة زي ما قلنا كانت الهجرة اللي هي بتحاولت تنمي البنية التحتية للمدار الحضارية عشان تقدر تستوعب عدد اكبر. طيب. من المشكلات اللي تتواجه آآ ردينة. من المشكلات اللي بتواجه وطننا العربي اتفاع نسبة? اتفاع نسبة البطال. طبعنا عايزة عكس التعليم. طبع ما اجيب لك التعليم. اه اعلى متوسط عمر مطاقة? لا. قطر. واصلت نسبة المقايدين بالتعليم الابتدائي في الدول العربية الى التسعين في اكثر عدد سعودية? آآ عدد السمود. تمام. انتاج المتلطب على هجرة سكان دول شرق اسيا وافريقيا الى دول الخليج. يعني هو مش فهمة. بص. بص. ايه اللي بيحصل لما فيه عدد كبير من الناس راحت للسعود للدول الخليج. ده قدى الى زيادة نسبة ايه? سكان الحاضر. لأ. دي مش الحاضر دلوقتي. ده بيهاجل مسلا من مصر للسعودية. قدد الى زيادة نسبة مين في سنة العمل? مين? مين? آآ سانية ايضا. هجرة. مم. شكان دول شرق اسيا وافريقيا الى دول الخليج. ده ادى الى زيادة نسبة الزكور في سنة العمل. آآ. هو جابالك بالعكس. هي كتبت بيها تفسر فهو جابالك بالعكس. طيب. النتاج متلطبة عليها يا رودينا التقدم العلمي وتوفر خدمات الصحية في عربية. لحظة واحدة. آآ جاز حد السكان. آآ لا. ثم تلات حاجات انخفاض معدل موالد الاطفال. تحسن صحة العربية. ارتفاع مطوصة العلم المطاقة على المواطن العربي. من آآ آآ اربعة ستية اتنين وسبعين. تمام. للتقدم العلمي وتوفر الخدمات الصحية في وطن العربي. ماشي. قارن بين كمة الهرب السكاني موجود مين يا رودينا? كبار السن والآ. لا استاني استاني. سما في القاعدة? آآ. يعني. قاعدة الهرب السكاني موجود فيها مين? صغار السن. تمام. نسبة كبار السن كام يا رودينا? آآ واحدة واحدة. نسبة كبار السن. اربعة وخمس ونص اربع ونص. طيب يا سما صغار السن نسبتهم كام? آآ كان صغار السن اتنين وثلاثين وليوم خمسة. تمام. طيب خصائص الكبار السن ايه رودينا? آآ توقع في كومة الهربع ونص. لا. لا 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 خصائص من ايه اخر حتة. هي ايه? فئة تحتاج ايه? فئة تحتاج الى رعاية. رعاية. طيب آآ سما صغار السن? كذلك فئة تحتاج الى الرعاية والتعليم. دي بتحتاج رعاية لصحية دي بتحتاج رعاية تعليمية وصحية. تمام? ايه. ايه. ايه حاجة في الدكس تشفهومة? لأ تمام. تمام. اخذ دكس بقى في الوحدة عشان نبدأ نحيل شوية اختبارات. آآ الحال الاجتماعية في الدولة الاسلامية. قبل ما الاسلام يظهر كان المجتمع العربي بيعاني من حالة من القصامات ونزاع وضياح حقوق وظلم وآآ وكان مجتمع يعني مش حلو يعني كان القوي فيه هو اللي يكسب. لو ضعيف حتى لو معاك الحق مش هتقدم. لما جي الاسلام قرر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يأسس المجتمع على عدد من القيم عشان يتأكد ان المجتمع ده يبقى مجتمع قوي وطبعا عشان خطر يعني ده الاسلام جاي من عند ربنا فلازم يبقى جاي بالعدل والحق. فالقيم اللي قام عليها المجتمع الاسلامي اول حاجة كان مساعدة الفقراء والمهتاجين. الاخاء والصدق والوفاء بالعبود. احترام الجارة ومحاربة الفساد. التعاون والعدل والمساواة. التسامح والرحمة. حرية الاعتقاد والتعبير. تقدير العمل واحترام العلم العلمي. طيب. ايه الدلاء الامثلة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا لما اثس المجتمع على كده فعلا التزم ومشي على الموضوع دوت. دين الاسلام بيدعو الى التمسك بالقيم زي التسامح والرحمة لانه اصلا الرسول اللي كان بيبعد حد الغزوة او بيبعد الجيش الاسلامي فتح بلد كان بيوصيهم بالاطفال والنساء والشيوخ وعدم قطع الاشجار ويتعامل بالرحمة ورفق مع معهم. اه وكتير كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ييجي يوصي اصحابه في التعامل مع اصحاب الديانات الاخرى بيدعوهم بالتعامل بانصاف والاحسان اليهم وما يئزهمش. ومناهي عن ايه؟ تمام؟ طيب الدليل على حرية الاعتقاد والتعبير سيدنا عمر بن خطاب عام خمستاشر هجريا لما ذهب لفتح بيت المقدس اعطى لأهله الامان في انفسهم واموالهم وكان اسمه. وسيدنا خالد بن الوليد لما ذهب لفتح بلاد الشام عقد السلحة مع اهلاه على هدم على عدم هدم كان اسم. وكل القيم دي كانت هي السبب اصلا في المجتمع الاسلامي الظهر وعليه بقى مجتمع متقد. طيب الطبقات في المجتمع الاسلامي. يعني ايه طبقات? يعني اه الناس الطبقة للمجتمع يعني الشريحة المعينة مثلا شريحة الاطباء دلوقت يعني شريحة المهندسين شريحة المعلمين شريحة العمال فانا بعرف كل شريحة ليه عشان نعرف الشريحة دي او الطبقة دي هتقدم لي ايه وهتحتاج مني ايه? طيب الطبقات دي لما المجتمع الاسلامي كان عملها ما كانش عاملها عشان يزبط ان الطبقة اللي فوق اهم من yanlış او الطبقة اللي فيها الخليفة هي الطبقة المتحكمة لأ ده عمالها عشان كل زي ما انا قلت كده كل طبقة تبقى عارفة دورها ايه في المجتمع وكل درجة تبقى عارفة هي بتحتاج ايه نقدر نريفرهول. وبفيش طبقة تقدر تعيش من اغير الطبقات الاخرى لان كل طبقة لها دور في ان هي تطور المجتمع وتعلي منه. طبقات المجتمع الاسلامي كانوا اربعة. الطبقة العليا عندنا اللي هي كان على رأسها الخليفة اللي هو رأس الهرم. وده كان كان معاه الخلف الامراء والوزراء وقالة الجند. الطبقة الخاصة كانت عندنا واغذة العلماء والتجار وكبار الأدباء. في الطبقة الوسطى اصحاب الامناك ورقصاء الحرف وكبار العمال. الطبقة العامة كان باقي ابناء المجتمع من صغار العمال والتجار والمزرعين وغيرين. تمام? تمام. طيب. ردينا اعطى بيت اهل بيت المقدس عند فتحها الامان لانفسهم واموالهم. عمر ابن الخطاب. طيب. آآ يمثل رأس الهرم الاجتماع في الطبقة العليا في الدولة الاسلامية. الخليفة. تكون المجتمع في الدولة الاسلامية من عدة الطبقات. ادي لي على كده اقول ليهم هم بختصروا خلاصيا. ردين. الطبقة العليا وطبقة الوسطى وطبقة العامة. تضم اللي تضم الطبقة العليا القلفاء والامراء والوزراء وقادرة آآ قادرة الكند. الطبقة الخاصة. تضم العلماء والتجار والكبار الدباء. وطبقة الوسطى تضم اصحاب الاملاك والحرم. وكبار العمال والطبقة العامة تضم باقي ابناء المجتمع من صغار العمال والتجار والمزارعين وغيرها. طيب. آآ لما تيجي تقول ليها باتوا ليه حيث يتكون المجتمع الاسلامي من اربع طبقات وتقول ليه تمام? آآ. طيب ايه العلاقة بين القيم والمجتمع الاسلامي يا سمن? يعني القيم كان سبب في ايه? القيم ما هي اللي خلط اسمه ايه ده? كان اسمه ايه? واحدة 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 واحد اه 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 اي اهتمام بها فكانت ما داش حق في المرسه او ان هي تملك حاجة وكان موجود بلد وقت اه منتشر عادة وقت البنات. لما جيه الاسلام كل الحاجات دي حرم. فايلي عمل المجتمع اده للمرأة ايه اللي عمل الاسلام? ادى للمرأة مكانة كبيرة في المجتمع فقدالها الحق في نية تاخد مرسها في النية تملك وتدير ابوالها في النية تدير شؤونها الاقتصادية بنفسها ويحرم عادة وقت البنات طبعا دي اول حاجة واوصى بالتعامل معها بود ورحمة. طيب لما الاسلام جعل المرأة والرجل كل واحد فيهم ليه حقوق واجبات ده عمل على ايه? جعل او ساعد المرأة على ان هي كلها دور كبير كلها دور كبير في نشر الاسلام والنموت بالخضرات الاسلامية. يبقى ان نتائل مترتبة على دور المرأة او اهتمام الاسلام بالمرأة ساعد على ان يكون للنساء دور كبير في نشر الاسلام والنموت بالحضرات الاسلامين. طيب الامثلة اللي عندنا بقال بتتكلم عن النساء اللي كان لهم دور بارس في الاسلام والنساء اللي كان لهم دور في العمل في مجالات مختلفة. الدور البارس كان عندنا زي ما قلنا السيدة خديجة دوجة النبي صلى الله عليه وسلم. دي اول من اسلامت من النساء. وقفت كان بالنبي وكانت تتماز بالزكاء وقوات الشخصية والحكمة. وساعدت الاسلام باموالها. آآ وسلت النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعو الاسلامين. السيدة اسمها بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها. دي ساهمت في نجاح قطة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة واتسمت بشجاعة ندرة لانها كانت تخرج في عز النيل وتاخد معاها الاكل والشرب للنبي صلى الله عليه وسلم وامي بكر في وسط صعوباته عقبات كسيرة. وعندنا برضو السيدة عائشة رضي الله عنها آآ سيدة عائشة رضي الله عنها آآ كانت تميز بحكمة وقوة عقل وذكاء وكانت بتعرف في الطب والفقر. وهي اللي ساعدت على معرفة كتير من احوال النبي صلى الله عليه وسلم داخل بيته للمسلمين. تمام? تمام. تمام. بعد كده بقى آآ نمازج للمرأة اللي عملت في مجالات مختلفة. الدليل على ان المرأة الاسلامية عملت في مجالات مختلفة. احنا عندنا المرأة عملت في الزراعة والصناعة والتجارة والطب والفقر. فالمرأة الاسلامية عملت في كل حاجة. من الدليل على كده عندنا السيدة الرفايدة الاسلامية آآ لها اول ما عملت بالتمريد وكانت بتداوي الجرحة وتقدم رعاية الطبيعة للجرحة في الغذوية. وكان بتقدم رعاية الطبيعة برضو للمرضى. السيدة الشفائية العدوية والسيدة السامرية الأسدية دول كانوا في عهد الخليفة عمر الخطاب ادالهم او جعلهم يتولون الاشراف الاسواق ومراقبة تجارة العمال ومعقوات المخالفين. تمام? تمام. اما في العصر الحديث بقى العصر الحديث شهد اهتمام بحقوق المرضى. ازاي? اولا ادالا الحق في التعليم والثقافة. تاني حاجة تولت بعض المناصب القيادية المهمة في بعض البلدان العربية. حققت النساء العربيات انجازات دولية. ظهرت نساء عربيات تعليمات وبحثات في مجالات مختلفة. وظهرت منظمة المرأة العربية. طيب اه منظمة المرأة العربية دي بتعمل على ايه? هي منظمة تابعة لجامعة الدول العربية. ولها دورين. او اهميتها ايه? او دورها ايه? او بتعمل على ايه? نشر الوعي بقضايا المرأة في المجالات المختلفة. تعزيز التعاون المشترك في مجال تحسين وضع المرأة في المجتمع العربي وتدعم دورها. يبقى ايه هو دور منظمة المرأة العربية? احنا قلنا هي منظمة تابعة لجامعة الدول العربية بتعمل على حاجتين. نشر الوعي بقضايا المرأة المختلفة في مجالات مختلفة. تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال تحسين وضع المرأة وتدعم دورها في المجتمع. طيب. عندنا برضو المجلس القومي للمرأة في مصر وده بيسعى الى دعم حقوق المرأة المصري طيب الاسلام اعطى المرأة الحق في ايه رودين في التملك وادرة اولة طيب اه تولت في عهد الخليب عبدالخطاب الاشراف على الاسواق السيدة مين ومين السيدة الشحيرة الدوية والسيدة السمراء الاسدية طيب المرأة قبل الجزيرة عربية ما كانش لها حق فقلنا عشان كانت تشرت عادة وقت البنات وبيحرموها من التملك او الميراس او اي حق من حقوق بعد كده عندنا التراث الثقافي العربية الدول العربية دول تظهر او فيها التراث ثقافي كبير جدا عشان فيها علوم واداب وفنون وعداد التقاليد موجودة في الشعب العربية وتاريخ كبير فبالتالي التراث دوت ايه اهميته حاجتين ان هو جزء من هوية الشعب وتاني حاجة ليه اهمية اقتصادية لانه مصدر تنشنة السياحة التراث لما اجا قولك اهمية التراث العربي هتكتبت الاهميتين بيعكس تاريخ الشعوب بجزء من هويتها التراث العربي مصدر تنشنة السياحة تمام اهمية اقتصادية في مصدر تنشنة السياحة اليوم العربي لتراث الثقافي جامعة الدول العربية اختارت يوم سبع وعشرين فبراير من كل عام عشان تحتفل باليوم العربي للتراث العربي الثقافي العربي ليه عشان تلات حاجات تواعي اهمية التوعية باهمية التراث العربي الثقافي ودوره في بناء الحضارة. تحقيق التواصل بين الاجيال. التشجيع على الابداع من اجل التحقيق التنية المسلمة. بقى دوره تلات حاجات. تعزيز او التوعية باهمية التراث العربي ودوره في بناء الحضارات. التواصل بين الاجيال. التشجيع على الابداع تحقيق التربية المسلمة. تمام? كان اشعروا الاحتفال في عام الفين تتا وعشرين. التراث الشعبي في الوطن العربي. طيب عندنا التاني حاجة. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. دي دورها ايه? دورها ان هي بتختار كل سنة عاصمة تكون عاصمة الثقافة العربية الوطن العربي. بتختار مدينة. مش دولة مدينة. عربية في كل عام عشان تكون عاصمة للثقافة العربية. عشان ايه? عشان تلقي الضوء على اهمية على التلاص اللي بتصغير بالمنطقة دي. ذي القاهرة عام آنسة وتسعين القدس الفين تسعة الاكسر الفين وسبعتاشر. تمام? تمام. طيب اكتب صحة او غلط تزخر الدول العربية بالتراصي الثقافي? صح. اختارت المنظام العربية الترابية والثقافة مدينة اسواب عام الفين وسبعتاشر? سانية في اسواب الفين وسبعتاشر ايه ده? الاكسر مش اسواب. اه افتكرت او غلط. ياه ده في اليوم العربي للتراصي الثقافي لتحقلكو التواصل بين الاجيال. هيفصل يا الله. اخر سؤال اشنا هيفصل. برحب. هو احنا قلنا ان اليوم العربي للتراصي.